طيب يا اخوانا 2023 تقريبا خلاص انتهت السنة بدأت بلعاب قوية وانتهت بلعاب اقوى 2023 بينسبالي كانت بداية الجيل التاسع لان مع الاسف الجيل بدأ بداية ضعيفة تقريبا سوني وكم شركة اللي قدموا لعاب جيل جديد انما باية الشركات كانوا لسا مركزين او مستهدفين الجيل التامن ولذلك يا معلم الجواز في السنة دي صعبة جدا يا جدعة انت لما تفكر كده مع نفسك وتقول سبايدر مان 2 ألان ويك 2 يعني بجاة تخلف ما بعده تخلف انا فعليا مش عارف انهي اللعب اللي هتاخد لعاب تسنة معلش عذروني انا نسيت اسلم شكل اتحمست بزيادة السلام عليكم ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير المنافس على جهازة لعاب تسنة هتكون دمار وفعليا كل اللعاب المحترمة تستهل تاخد جايزة والفيديو ده برعاية محلات جيمس تو ايجيبت لبيع اي شيء يخص العاب بس عارف ايه احلى حاجة في حفل السنة دي ان فيه لعاب منافسة كتير وده هيخلي الجواز تروح على كذا لعبة لنسان اللي فادت الدن رينج وجود فور داجناروك اخدوا تقريبا كل الجواز وفيه كذا لعبة تظلمت ما اخدتش حاجة اخدت علي افاها برضه معلم عايز اقولك ان الفيديو ده هوا موضوعين في بعض المنافسة على الجايزة وعايز اتكلم عن الليه مبقيتش قصك في حفل توزيع الجواز وبيت احس انه مجرد ارضاء فيديو مهم الصراحة ويا ريت بقى معلم تفجر زرار اللايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس وزبطني كده ما تبقاش بخيل يا اخي عايزين نوصل للعالمية يا رجالة ويلا بينا طيب في البداية السنة بدأت ما افضل ريميك اتعمل في تاريخ الصناعة وهو ريزننت ايفل فور يعني بصراحة بنسبالي ده ما كانش ريميك بل كان اعمق ما كانتش مجرد تحسينات في الرسوم او الميكانيكس انما كانت اعادة بناء وتصور لكل شيء فتم اعادة تصميم اللعبة من الاول مع تعدلات واضحة لتصميم المهمات فكان فيه اختلافات كبيرة بين الجزء القديم والريميك زي مثلا في مراحل اتغير كل تصميمها مرحلة الانفاء على سبيل المثال انت لو شفت مقارنة بين الجزءين هتستغرب من حجم الاختلاف معركة كراوزر الاسطورة معركة فردوجو تقديم عناصر مترويدفينيا وترابط العالم ببعضه شخصية اشلي بنت المجنونة هي ما زالت مزعجة بس يا راجل كنا فين وبقينا فين فلذلك انا شايف ان الريميك ده لازم يترشح للاقات السنة مسألة هل ممكن تاخدها ولا لا دي بصراحة صعب توقعها لان فيه منافس شرس يعني انت لسه عندك زلدة تيرز اوف زا كينجدوم عندك ماريو واندر اللي رجعت بشكل قوي على الرغم ان اخر ماريو 2 دي نزلت كان في 2012 لست تتبع بستين دولار لحد دلوقتي قمة النصب والسرقة فهل ماريو الجديدة ممكن تدخل للاقات السنة او حال تترشح ده احتمال وارد انت عارف بقى النقاط اللي بتحركوا من النصطيليجة فاكيد هيصوتوا عليها لكن بصراحة اكبر من قنافس على لعبة السنة وهيولعها هما لعبتين زلدة تيرز اوف زا كينجدوم وبالدرز جيت سري يعني انا مش عايز اول حاجة وتطلع غلط بس احتمال كبير جدا لعبة السنة تكون محسومة بين اللعبتين دول يعني مهما انا توقعات ومهما عملنا فصعب تطلع برا اللعبتين دول او جايز لعبة تانية غير متوقعة هي اللي تاخدها وهنشوف عموما بس عارف المشكلة فين ومعرفش لو حد حسب ده ولا لا بس بيطل لاحظ ان الجواز بيتمشي بالكوسة اللي هو بيكسبوا الالعاب اللي هما عايزين يكسبوها وخلاص بحيث مثلا لما اللعبة تاخد افضل قصة تاخد افضل رسومات افضل اداء تمثيلي افضل اي حاجة اللي هو اللعبة اخرت نص الجواز لكن جايزة لعبة السنة تاخدها لعبة تانية مختلفة طيب ازاي يا جدعان قول لي انت بقى يا جدع فاللي هو احنا قدينا اللعبة كل الجواز الصغيرة علشان ما حدش يزعل من جمهور اللعبة بس الجايزة الكبيرة تاخدها لعبة تانية ما اخدتش جواز كتير فهم ازاي فهم العبط ما هو اصلا بالعقل كده انت لما تدي لعبة معظم الجواز ده معناه انها لعبة متكملة فازاي في الاخر جدع دات جايزة لعبة السنة للعبة تانية خالص وفعلا انت لما تلاقي لعبة اخاية معظم الجواز الصغيرة يبقى اعرف ان اللعبة دي مش هتاخد جايزة لعبة السنة واللي هتاخدها لعبة ما اخدتش جواز كتير هي في النهاية وجهة نظر انت ممكن تتفي معها او لا فقل هل انت لاحظت ده؟ ولا انت شايف ايه؟ بس برضو في حاجة تانية ودي اهم وهي بقيت الاحظ ان الجواز بتتوزع على حسب هل اللعبة بالجزء القديم؟ هل اخذت جائزة لعبة السنة ولا لا؟ يعني ايه الكلام ده يا عم احمد؟ يعني بص اسيدي لما يكون عندهم لعبتين جامدين بي نفسه فهما بيدوا الاولوية للعبة اللي ما اخذتش حاجة قبل كده مثلا ليكن الجزء الاول من اللعبة ما اخذش جائزة لعبة السنة يبقى في الحالة دي لما الجزء التاني من اللعبة ينزل فهو اللي هياخذ لعبة السنة او العكس تماماً بمعنى صح انهم بيدوا الفورسة هي اللعبة اللي ما اخذتش جائزة انها يدخلها مع الجزء الجديد ويجبلك امثلة على الموضوع لستو فاس 1 ما اخذتش الجائزة في 2015 انما الجزء التاني اخذها في 2020 ريد داد ردمشن 1 اخذت الجائزة من جاد فور 3 وجاد فور 2018 اخذتها من ريد داد ردمشن 2 لكن إلدن رينج اخذتها من جاد فور راجناروك اللي هو عشوائية هتخد وحط مش بيدوا جائزة لانها تسهل ده انما عشان يوزنوا الامور اللي هو انت اخذتها قبل كده طيب اركن على جنب ودي المساحة للاعبة تانية تاخدها بلاش طمع يعني في 2016 دارك سوز 3 كانت بتتعامل معاملة الكلاب انت تعرف انها مترشحتش الى لجهازة افضل ار بي جي وما اخذتهاش اللي اخذها كان اضافة ذاويتش هاسري وبرده في 2015 لابت بلات بورن اتعاملت معاملة سيئة جدا اترشحت ليتات جوازه وما اخذتش حاجة تفتكر ده حصل ليه يا ابني ده افضل موسيقى دراج سوز 3 ما اترشحتش انت فاهم ازاي فاهم العبط ففيه شغل من تحت التربيزة بيحصل انا ما بتكلمش في نقطة ان العادة تستهل تاخد جايزة ولا ما تستهلش انما بوريك ازاي الموضوع ماشي وعايز اعرف منك في الكومنتات هل تتفق في الكلام ده ولا لا طيب السؤال انا ليه بقولك الكلام ده بصراحة في سبب ان ما تخليش كل تركيزك على الجوائز فلو لعب ما اخدتش جايزة بس انت استمتعت بيها وحبيتها ده احسن من مليون جايزة اللعب هو المقياس على كل شيء لذلك ما تزعلش لو لعبتك المفضلة ما اخدتش الجايزة فلو ما اخدتهاش ده ما اقللش منها نهائي بس جيفكلي ده بقى لتات قوي لتات بشكل مش طبيعي لا يطاق بجد يا اخوانا بقى يلت كتير قوي وبيكشف عن العاب كتير جدا وبقى دلوقتي يكشف عن افلام ومع كم محترم من الاعلانات اللي هو ازبطني ازبطك فتخلص من جيف في حفل الصيف يطلع لك في الجيمس كوم تخلص منه في الجيمس كوم يطلع لك في حفل الجواز اللي هو مفيش غيرك ولا ايه فبصراحة ما بقيتش اسق بالحفل حتى لو تلاحظ انا ما بقيتش اعمل تغطية للحفل اخر تغطية عملتها كان تقريبا 2020 ومن ساعيتها بطلت اعمل فيديو عن الحفل لانه بقى مادة للنشر الاجندة بقى فيه دعم رهيب ليهم حتى بتشوف ناس اشكالهم اللهم معافينا يعني ناس منظرهم غريب جدا متحولين راجل حضط مكياج بنت مربية دانها وشنبها حاجة مقرفة والله حرفيا الشيطان قاعد مصدوم الشيطان نفسه قرف وبقى يحمد ربنا على شكله فالحدث بقى معمول عشان الاجندة بس انا مش عايز اشوف حاجة زي كده بس سؤال يا عم جيف هل تقدر تتكلم عن فلسطين والدمار اللي بيحصل فيها من المحتل لا هل هتتكلم عن سوريا والحرب والقصف اللي بيحصل فيها لا برضو فليه عايز تنسو الاجندة العفنة بتاعتك باسم الانسانية وما ينفعش وحياة الشواز مهمة ولازم ندعمهم وما ينفعش نتخلى عنهم والكلام النجس ده طيب الجرام اللي بتحصل والشهداء اللي بيموتوا والاطفال والقصف ده ملوش قيمة عندك ده الناس اشرف مليون مرة من الاجندة القذرة بتاعتك بس ليه مش واقف معاهم ليه مش واقف صفهم ايوه صح صح تلاقيه خاف يستبدلوك بحد تاني طبعا حول انسان هنا مش شايفين اي حاجة شيء مؤسف بجد يا جماعة لما نلاقي احد بيدعم فئة باسم انهم مش وقدين حققهم وسائل فئة تانية بتموت من العطش بتشوف الموت كل يوم بتشوف الويل الخوف والتشرد وانقطاع تام لكل وسائل الحياة كزارة ونفاق وحاجة زي الزفت اللهم طهر قلوبنا من النفاق بصراحة مش عارف هكمل فيديو ازاي بعد كل الكلام اللي قلته ربنا يكون في عون شعب سوريا وفلسطين انا بصراحة مش مهتم معرف ايه هي اللعبة اللي هتاخد الجايزة الموضوع مش شغلني خالص حتى لو جولهم اخدت الجايزة فده مش هيأثر على حب الالعاب اللي جربتها السنة دي والمفروض الكل يعمل كده مش هكذب عليك اه اكيد احنا نتحمس وبنفرح لما لعبتنا المفضلة تاخد الجايزة بس هسألك سؤال لو لعبتك اللي بتحبها ما اخدتش الجايزة هل ده هيأثر على تجربتك هلا يخليك ما تحبهاش هلا يخليك تكرهها؟ او ده يخليك ما تستمتعش باللعبة زي الاول؟ ببساطة لا مش هيأثر نهائي فتعاد نرجع للموضوع الاولاني كنا فين؟ اه اه كنت بتكلم عن الاحتمال الجايزة تروح اما لزلدة او بولدرز جيت سري لكن السؤال ايه اللعاب هتترشح جنبهم؟ ممكن استارفيل تترشح ده احتمال كبير طبعا باردو سبايدر مانتو هتترشح وهتنافس بقوة كذلك ريزدنت ايفل فور كده خمس العاب اللعاب الاخيرة انا مش متأكد منها بصراحة بس ممكن تبقى الان ويكتو او سريت فايتر او ممكن تبقى حاجة تانية خالص فمش متأكد بس بص دي توقعاتي برضو لاحظ ممكن استارفيل لما يترشحش واللي يترشح بدلها هو هاي فاي راش او ديابلو فور يعني الكلام من مجرد التوقع ممكن يصيب وممكن لا بس احتمال كبير الست العاب قلت عليهم هم يترشحوا لان لو تلاحظ احنا عندنا هاته تالعاب من شركات الطرف اول منافسة مع هاته تالعاب طرف تالت يعني ضاصعة واحسن ترشيح لجائزة لعبت السنة فمايكروسوفت هتنافس باللعبة نينتندو هتنافس باللعبة وسوني هتنافس باللعبة فالمنافسة شلسة مبين الالعاب واحنا ماشفناش منافسة زي دي من فترة طويلة جدا بل احنا ماشفناش قبل كده ها سنة يترشح بها هاته تالعاب طرف اول مع بعض تخايم الايام الجيم اوورد القديم لحد دلوقتي مفيش ولا مرة تالت شركات الطرف الاول نفسه بعض على لعبة السنة بحيث انهم ولا مرة اجتمعوا الثلاثة مع بعض فدي هتبقى اول مرة في التاريخ برضو عايز اوضح لك حاجة لو ماكروسوفت رشح لهم لعب الطرف اول فده هيبقى اول ترشيح بعد غياب تالتاشر سنة على حفل الجواز لان اخر ما نفسه على جائزة لعبة السنة كان في 2010 مع هيلو ريتش فلما نفسه هتبقى دمار شامل يجدعان بس تصدق خايف ان جيف كلي يدمر كل طموحنا ونلاقى لعب تانية هيلو تترشح اكيد مع كل احترام للعب دي بس ازاي ترشح لعبه زي هوجوورد لجاسي مثلا واتحطها بدل ستار فيلد اكيد هوجووردس قوية وكل حاجة بس مش لدراجة انها تنضم مع الاساطير اللي قلنا عليهم فانا ما اعتقدش انها تترشح وبردو عندك ستار وورد جداي لعبة قوية ومحترمة بس بردو اللي عبتين دول ما ينفعش ترشحه لجائزة لعبة السنة لان ازا ترشحه ويبقى في الحالة دي هتشيل اللعب تستحق اكتر بردو عندك ارمورد كور ديد سبيس ريميك وهي فاي راش بس طبعا فانا سيكستين لازم يدخلوها عشان الاجندة اكيد كلها لعب قوية وتستهيل تاخد جواز لكنها تترشح لجائزة لعبة السنة فده هيبقى صعب بس اوعى تفهم من كلامي ان بقى اللي اللعب دي هي لعب فرضت نفسها بقوة لكن هيبقى صعب انها تدخل مع لعبة اقوى منها بمراحل فبالحالة دي اللجنة هتكون حطة لعبة صعبة تنافس وشالوا لعبة هتنافس بقوة وده طبعا استعباط في النهاية احب اسم رأيك في الترشيح بتاعي وهما ريزدنت ايفل فورس، سبايدر مان 2، زيلده تيرز اوف زا كينجدوم، بولدرز جيت 3، ستار فيلد و ألن ويك 2 فالتتفق في القائمة دي ولا لا، وطبعا قل للقائمة بتاعتك وتفتكر ايه هاي اللعبة هتاخد لعبة السنة فالشكل رأيك يا معلم مع العلم ان راعي القناة جيمس تويجيبت بيوفر العاب واجهزة للبيع سواء جديدة أو مستعملة هسيب التفاصيل تحت الفيديو بشكركم على المشاهدة ويا ريت بقى تزبطنا بلايكات واشتراكات وفعل الجرس وادعوا لي اخوتنا في سوريا وفلسطين